وبالعودة إلى قضية الغواصة والأعلان عن أن ركبها لقوا حتفهم ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة عماد إذن الأعلان عن أن من كانوا في هذه الغواصة لقوا حتفهم والحديث عن انفجار داخل كارثي حدث هل من تفاصيل أو فى؟ صحيح قبل دقائق انتهى المؤتمر الصحفي لخفر السواحل الأمريكي كنا نعرف منذ الصباح بأن الروبوتات التي أرسلها خفر السواحل للبحث عن هذه الغواصة عادت ببعض المعلومات عن وجود حطام لكن لم نكن نعلم لمن يعود هذا الحطام في المؤتمر الصحفي الذي عقد من دقائق أعلن خفر السواحل بأن الأدلة المتراكمة لهذا الحطام وغيره مما وجده خفر السواحل والخبراء تشير إلى أن هذا الحطام عائد لتلك الغواصة من بينها ذيل الغواصة ومقدمة الغواصة ما يوحي بالنسبة لخفر السواحل بأن عطلا كبيرا حصل داخل الغواصة أدى ربما لانفجارها من الداخل وبناء عليه توجه خفر السواحل لأسر الضحايا بالتعازي في إشارة إلى أن وتأكيد أيضا إلى أن من كانوا على متن هذه الغواصة قد توفوا بسبب هذا الأمر على مدى الأيام الماضية كنا ننتظر معلومات من هذا القبيل لأن الهواء على متنها كما هو معروف نظريا قد انتهى اليوم والآن انتهت هذه الحادثة بإعلان خفر السواحل بأن الغواصة انفجرت لكن متى انفجرت الغواصة وكيف انفجرت الغواصة هذا أمر لا يزال قيد البحث هي مجرد نظرية بأنها انفجرت من الداخل خفر السواحل قال بأنه سيواصل عمليات التحقيق لمعرفة ماذا حصل بالضبط لكنه رغم ذلك أعلن بأن هؤلاء قد توفوا وهو تأكيد ربما سيريح هذه الضحايا مما كانوا بين الأمل بالعثور على الغواصة وبين الخشية من أن أمرا مكروها قد أصاب من كانوا على متنها الآن بهذا الإعلان تقريبا انتهت القصة من الناحية النظرية لكن خفر السواحل والسلطات المشتركة في البحث عن هذه الغواصة وهي كندية وبريطانية وأيضا من الولايات المتحدة وفرنسا ستواصل عمليات التدقيق والبحث لمعرفة تفاصيل ما حصل بالضبط لهذه الغواصة التي كما أشرنا في نشرات سابقة على متنها خمسة من بينهم أثرياء ذهبوا في رحلة فقط لسياحية للتعرف على حطام سفينة تيتانيك التي غرقت في بدايات القرن العشرين ودفعوا مبالغ طائلة تقدر بربع مليون دولار عن كل تذكرة للذهب في هذه الرحلة التي انتهت على نحو تراجيدي كما رأينا الآن شكرا لك من واشنطن مرسل تلفزيون العربي عيماد الرواشتي